ألقت الشرطة الألمانية القبض على أربعة رجال يشبه أن أحدهم كان يخطط لهجوم بسكين في سباق ماراثون في برلين وقالت صحيفة ديفيلت الألمانية أن الرجال الأربع على صلة بالتونسي أنيس العامري الذي أخفق في الحصول على حق اللجوء واختطف شاحنة في ديسمبر من سنة 2016 وقتل سائقها ثم دهس حجدا في سوق مزدحمة مما أسفر عن قتل أحد عشر شخصا وإصابة عشرات آخرين